البنك المركزي النهاردة كمان من أجل دعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط قرر إيه؟ قرر من خلال اللجنة السياسية النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض بوضع 200 نقطة يعني 200 نقطة على الإيداع والإقراض فمسا هتحط فلوس أو هتاخد قرد فدي 200 نقطة عشان يوصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب والقرار ده الحقيقة شجع بقى إيه؟ شجع البنوك الحكومية والوطنية زي البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة أنها تعمل إيه؟ تطرح شهدات استثمار والشهدات دي هتبقى على مدى 3 سنين مقابل عائد سنوي العائد ده هيبقى 17% و25% وده هيكون عائد سنوي يعني مثلا هيحط 100 ألف جنيه أخر السنة ياخد 17 ألف جنيه أخر السنة وحيشجع ناس كتير أنها تستثمر فلوسها في الشهادات دي يعني زي ما أنا قلت لحضراتكم كده نقدر بحسبة بسيطة هتحط الميت ألف تاخد 17 ألف وشوية على المبلغ ده تبقى طبعا للإداع اللي أنت هتحطه ده نوع مثلا من الاستثمار الجيد أو الاستثمار كمان بالنسبة للناس يعني الناس اللي ما عنداش خبرة في الاستثمار وفلوسها هتحطها في البنك أو مش هتقدر تحطها مثلا في مشروع أو تجارة فهتقدر تستثمرها من خلال البنك هذه الحزمة من الإصلاحات وأيضا هذه الأفكار اللي بيحاول البنك المركزي أو الحكومة وبعد الحقيقة القرد الخاص من صندوق النقد الدولي حيساعد مصر كتير في الفترة المقبلة هنمشي إزاي؟ هنمشي بشكل تدريجي علشان نقدر نعدي الأزمة اللي احنا بنواجهها مع العالم ترجمة نانسي قنقر